احنا ولادك يا سينة وسينة في الدم عايشة فينا وده يعني ده مش مجرد شعرات ومش مجرد أغاني ده فعلا واقع شعب سينة والمواطنين اللي عايشين على أرض سينة بالفعل بيقفوا مع سينة في كل وقت وده طبعا معناه ان هم بيقفوا مع مصر في كل وقت في وقت المحن في وقت الأزمات في وقت الشدة في وقت الرخاء هم موجودين مع سينة وحضرين بكل قوة حقيقة انه الشباب دايما زي ما احنا عارفين هو عماد وقوام أي أمة فالاستثمار هنا في الشباب بسيما حضراتكم هتشوفوا دلوقتي نموذج من الشباب السينوي الجميل المثقف الواعي المؤهل لانه فعلا يكون في منصب معاون محافظ جنوب سينة معنا الشاب الجميل جبريل فتيح يا أهلا وسهلا أستاذ محمد يا أهلا وسهلا أستاذ منا منوارنا صباح الخير يا مصر صباح الأنوار على حضراتكم وصباح الأنوار على كل مشاهدين القناة الأولى يا أهلا بك طبعا احنا هنتكلم عن حاجات كتيرة بس عايزة أبدأ من حكم وظيفتك كمعاون للمحافظ التواصل عامل ازاي وطبيعة المنصب اللي انت موجود فيه عامل ازاي والله في البداية يعني معالي الوزير المحافظ يعني بيكلفنا بمهام يعني خاصة يعني التواصل المستمر مع الشباب وكيفية يعني توصيل أفكار الشباب يعني حيز التنفيذ ومحاولة الربط يعني بين فكر الشباب والأفكار اللي ممكن تخدم على تنمية وتطوير المجتمع وكل يعني كل يعني مثلا في كل مدينة هتلاقي شباب عنده فكر وعايز يعمل السيادة المحافظة يعني حريص كل الحرص انه يسمع للشباب ويعني بيحاول يعني على قد المستطاع انه يسمع لهم وينفذ يعني أفكارهم ومقترحاتهم عشان يشركهم في التنمية لان اشراك الشباب في التنمية هو اللي بيخلي التنمية تستمر وبيحسس الشاب انه فعلا جزء من التنمية على أرض محافظة جنوب سيناء جبريل لما نجي نقول طبيعة المجتمع البدوي وطبيعة الحياة في طابة مش بتبقى شبه أماكن كتير فعشان كده كان مهم جدا ان يبقى واحد من الناس اللي موجودين واحد من الشباب اللي موجودين عارف كويس قوي التفاصيل وعارف الأفكار والخلفيات والمعتقدات والثقافة الشغالين بيها طول الوقت لما نيجي نقول انت أخدت ايه من طبيعة المكان علشان تقدر تطور فيه وتقدر تتعاق واصل فيه مع الشباب أكثر يعني أنا لو قلت لكم يعني أنا في مرحلة التعليم الأساسي والعدادي والسانوي يعني أنا فعلا كنت ببذل قصارى جهدي أني فعلا أمثل المحافظة أمثلها بمعنى إيه؟ بمعنى أن أنا ألتحق بالتعليم الجامعي أكون نموذج لكثير من الشباب أحاول أنقل الصورة المستقبلية لكثير من شباب المحافظة يعني لما خلصت جمعة أنا كنت حريص كل الحرص أن أنا أزور المدارس أدردش مع الطلبة أرسم لهم السيناريو المستقبلي إيه المستقبل إزاي توصلوا للمستقبل إيه المعوقات اللي ممكن توجهوه وإزاي تتقلبوا عليها ده الكلام ده من قبل ما تكون مسؤول في المحافظة من قبل ما أكون مسؤول في المحافظة يعني أنا كنت يعني حريص من باب المسؤولية المجتمعية يعني لكل شاب على أرض محافظة جنوب سينا طبعا لو أي حد آمن يعني بالمسؤولية المجتمعية يعني كلنا والله هنتشارك كلنا هنطرح أفكار كلنا هننمي البلد يعني هنتكاتف مع الأجهزة التنفيذية طبعا لما دخلت في الجهاز التنفيذي طبعا يعني أصبحت فرصة سانحة فعلا أن أنا أوصل صور ومخترحات كثير من شباب المحافظة للمسؤولين وبحاول يعني ننفذها وما بيتأخروش يعني بقيادة اللواء خالد فودة طيب داي خلينا أسألك عن طبيعة التواصل مع الشباب بتعمل ندوات بتلف المودن مثلا في جنوب سينة بتتواصل معهم إزاي يعني أنا بحاول يعني في شباب طبعا أنا بفلتر الشباب بمعنى إيه بمعنى فيه شباب عنده ثقافة فيه شباب ثقافته محدودة فيه شباب ثقافته يعني ضئيلة شوية بحاول يعني عدد نأكد على أن الكل مرحب بيه والكل بنتفاهم معاه والكل بنسمع له والكل بيلبها طرح بالضبط دي يعني دي سياسة فن التعامل معي مع كافة طواقف المجتمع وبالتالي يعني فيه ستايل معايل للتعامل مع يعني لثقافته ضئيلة وبالتالي بحاول يعني أنزل لمستوى وأدردش معاه بحاول يعني أشرح له فكرة معينة وفقا لمستوى التعليمي طبعا المتوسط للثقافة طبعا برضو بحاول أتواصل معاه وفقا لمستوى الثقافة اللي عنده طبعا المؤهل والمثقف يعني ذا بيكون سهل التواصل معاه سهل أسمع منه سهل يعني يوصل لي فكر سهل ننفذ الأفكار اللي ممكن يطرحها المهارات عشان تقدر تتواصل مع الجميع وتتكلم بلغة الجميع المهارات دي انت اكتسبتها ازاي تدريب مستمر غير بقى مهاراتك الشخصية ورؤيتك لنفسك وانك اشتغلت على نفسك كان فيه دورات تدريبية كان فيه دورات اعداد ليك بحيث انك تبقى موجود في منصبك وفي نفس الوقت تتواصل مع أهلك خصوصا نحن عارفين ان كله هنا رايب ونسايب الموضوع كله عائلي يعني في البداية انا التحاق بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية ده كان يعني حافز كبير وكان طبعا يعني بترشح لحضور كثير من الورش والمؤتمرات والحمد لله يعني ما فيش مؤتمر دلوقتي بيحصل على ارض محافظة جنوب سيناء ولازم اكون جزء منه ويعني وعلاوة على ذلك انا يعني بعمل حاصل بصفتك ولا بمنصبك بعني فيهم والله الاتنين بس يعني انا حابب ما هو ممكن اكون بمنصبي بس ممكن ما كنش حابب بس طالما حابب وبالتالي يعني هتحقق نجاح في ايه في المشاركة في ايه فعالية بتحصل على ارض محافظة جنوب سيناء والى جانب يعني انا بحاول يعني احصر الشباب الواعي الشباب القادر على المشاركة المجتمعية الشباب يعني اللي عنده افكار بالزبط اللي عنده افكار يعني اللي ممكن يشاركني في تنفيذ فعالية معينة بحاول يعني اشركه معايا بحاول احسسه بقيمته بقيمته في المجتمع بقيمته في الحياة بشكل عام يعني ده شيء عظيم أن أنت تحسس أي مواطن على أرض المحافظة هو بيحس أنه بيطور المكان اللي هو عايش فيه كجزء من تنفيذ المجتمع طيب عايز أتكلم معاك عن المشروعات والأفكار اللي أنت خدتها من الشباب وتكلمت معاهم وطرحتها للسيد المحافظ وتمت الموافق عليها والمشروعات اللي بتتم بشكل عام في محافظة جنوب السين في البداية عايز أقول لحضرتك إحنا يعني في الأونة القادمة إن شاء الله إحنا بصدد يعني عمل منصة فكرية للإبداع والابتكار الغرض من المنصة دي إيه إن إحنا هي منصة إلكترونية الغرض منها إن إحنا يعني نحصر كل أفكار الشباب بشكل إلكتروني عشان نوصل لكل شاب على أرض محافظة جنوب سيناء بعيداً عن التعقيد الروتيني إننا نقدم وراء أو أولا إحنا يعني نستخدم التكنولوجيا في سبيل الربط ما بين الشباب والجهاز التنفيذي وبالتالي يعني كثير من الشباب مثلاً هو عايز يعمل طريق بستايل معين بحاول أخلي يعني يبحث في الإنترنت ويبحث في المواقع بشكل يعني عام لي بيشوف نمازج مثلاً أو مدر ممثلة لمدينة الذهب مثلاً أو شرم الشيخ أو الطور إزاي نطوره أنا بشجعه بها على البحث وبالتالي هو يعني بيحضر فكرة معينة بيحاول يوصلها لنا أنا بكون حلقة الوصل ما بين الشاب وبين الحافظة بحاول أوصلها للإدارة المعينة أو المدرية المعينة المنوطة بتنفيذ هذه الفكرة أو المقترح من قبل الشباب جبريل بتقول أن أنت بتكلم الشباب المختلفين من مختلف الثقافات ومن مختلف القدرة يعني على التعامل فيه شباب ما بتمرحش تتعامل مع التكنولوجيا علشان إحنا عارفين أن فيه تحول رقمي كبير في البلد وإحنا عارفين أن دي المرحلة القادمة اللي حيبقى كل الوقت بنتعامل بيها بتعملوا إيه علشان تدمجوا الشباب دول في خطة الدولة إن كل الناس تبقى عندها القدرة خلاص إحنا شغالين على التوازي مش بس بنحارب الأمية لا بنحارب الأمية التكنولوجية كمان إحنا بنحاول يعني نربط ما بين راحة المواطن والتكنولوجيا وخاصة مصر الرقمية بمعنى أن الخدمات اللي على مصر الرقمية إنت لو في الوادي حضرتك وعندك إنترنت ممكن تقدم رخصة تجديد رخصة صورة بطاقة شهادة ميلاد كل الأوراق الثبوتية ممكن تستخرجها وإنت في الوادي إنت عليك الاستلام فقط من سجل المدني أو المكتب البريد طبعا أنا بحاول على قدر المستطاع نوصل فكرة للشباب أن فعلا مصر ستتحول التكنولوجيا الرقمية ستطبق في كافة ربوع الوطن وخاصة محافظة جنوب سيناء عشان نواكب التطور عشان نواكب التنمية اللي بتحصل في كافة ربوع الوطن عشان يكون لنا دور فعلا ونشجع الناس على الثقافة الرقمية كل الحاجات دي مهمة في المستقبل صحيح طيب لو هنتكلم عن طابة والمشروعات اللي تنفذت في طابة وطابة من الأماكن الجميلة يعني هي قريبة من قلبنا أهل لكن هي مكان جميل أنا أول زيارة لي بالمناسبة لطابة لكن مبسوط طول ما أنا ماشي على البحر يا مسيحتها ألف متر لكن طول ما أنت ماشي على البحر أنت مبسوط ومستمتع بالمناظر الطبيعية اللي فيها بالقلع الموجودة بالمناطق الطبيعية الموجودة بالشمس بكل حاجة فيها حلوة فعايزيني تكلم عن مقاومات طابة يا فندم يعني لو حضرتك جاي من نوابة وجاي في طريق طابة حضرتك على يمينك البحر وعلى شمالك الجبل متخيل والطريق يعني بيجان يعني متعة مفيش بعد كده فيعني أي حد على الطريق ده باستمرار هتلاقيه يعني نفسيا يعني ريلاكس نفسيا مهيئ إنه يطرح أسطار نعزيني معودينك اليوم والله جميل والله يا تشرفنا والله يا فندم فيعني فعلا هتلاقي حتى الشباب الموجود هنا نفسيا يعني ريلاكس بيقعد معانا يعني بندردش معاه اتلاقيه مش بتانشين لا كل الحاجات دي ما تلاقيهاش في الشباب الموجود يعني في نويبا وطب مدن يعني خليجي العقبة فيعرف يفكر بالضبط بالضبط يعني والمقاومات الموجودة في مدينة الطابة إنها يعني مدينة لها العديد من المقاومات على البحر مباشرة البحر الأحمر طبعا مقابلة لميناء العقبة طبعا المشروعات اللي تمت فيها فنادق طابة هايتس كل يعني الفنادق السياحية على أعلى مستوى يعني في مدينة الطابة ولكن بسبب الأزمات اللي مرت بها مصر في الأونة الأخيرة دي يعني أثرت فعلا على القطاع السياحي بشكل عام وخاصة مدينة الطابة بس يعني إحنا بنقول بادرة خير يعني بضم مطار طابة لمحافظة جنوب سيناء إن شاء الله يعني وأكيد الدولة بصدد تطويره فكل الحاجات دي يعني هتشجع السياحة في مدينة الطابة إن شاء الله وفي مشروعات إن شاء الله يعني بنحاول نحل المشروعات المتعثرة يعني من قبل المحافظة ده اللي عايزة أتكلم معاك في جبريل يعني زي ما كان شازلي بيقول يمكن دي المرة التانية لنا بقى في صباح الخير يا مصر إن احنا نبقى موجودين في طابة وبنحضر رفع العلم فإحنا اتكلمنا السنة اللي فاتت عن كتير من المشروعات اللي كان بيدخل فيها أموال طائلة وشفنا قد إيه السرعة في إنجازها إن كان بعضها كمان تم تسليمه والانتهاء منه وإن كان البعض الآخر بيتم السرعة جدا في إنجازه ونقدر نقول إن احنا في الفترة القادمة بنصرع الرتم أو بنصرع الوثيرة اللي احنا شغالين بيها في التطوير بحيث إن ده ينعكس أكتر وأسرع على المواطن اللي موجود في طابة ويبقى حاسس إنه عنده خدمات بتتقدم له بشكل أسرع وأقوى فعلا يعني في مشروعات طبعا خدمية للأهال الموجودين في مدينة طبعا وفي مشروعات سياحية يعني المحافظة يعني على قدر المستطاع بتحاول يعني تحل المشكلات وخاصة مع المستثمرين المتعثرين يعني والفنادق المتوقفة عن العمل يعني إحنا المحافظة بتشتغل في الاتجاهين بمعنى إنها يعني بتحاول تطور على قدر المستطاع يعني المشروعات اللي بتخدم على القطاع السياحي وفي نفس الوقت بتقدم تسهيلات للمتعثرين وبتحاول يعني توفق أو ضحم مع البنوك أو مع الشركات الكبرى أو تدخل بشراكات يعني مع المتعثرين في سبيل إن عجلة السياحة تستمر يعني وتمضي قدما في سبيل يعني تطوير القطاع السياحي وخاصة يعني بعد ضم مطار طابل ومحافظة جنوب سيناء إن شاء الله وتشغيله يعني بقوته كاملة إن شاء الله في المستقبل إن شاء الله انت كلمت في نقطة مهمة وهي مسألة عاد ترسيم الحدود ما بين المحافظةين ما بين شمال وجنوب قرار 4-2-4 لسنة 2021 لما وعيد ترسيم الحدود مرة أخرى دخل مطار طابل ومجموعة من القرى وكان في يعني وحنا بنتكلم عن تواصل المحافظة مع الأهالي أهالي هذه القرى اللي كانت تابعة لشمال دلوقتي كان لهم مطالب بمجرد من ضموا الجنوب بدأوا يطلبوا المطالب بتاعتهم بالمناسبة يعني معالي الوزير المحافظ كان في زيارة من أسبوعين لقرية راس النقب اللي انضمت لمحافظة جنوب سينة يعني وسيادة المحافظ يعني من المفارقات إن سيادة المحافظ يعني في تنفيذ بعض طلباته يعني في التول لحظة للأهالي فعلا كانوا عدد كبير من الشباب طلبين بعض الطلبات طلبين 20 طلب فالهم احنا نقسمهم سيادة المحافظ يعني لب يعني تقريبا 50% من الطلبات وقال احنا بصدد يعني تنفيذ طلبات الأخرى يعني احنا فعلا أنا باسمي وباسم شباب أهالي مدينة الطابة أنا بشكر معالي الوزير المحافظ فعلا إنه ما بيتأخرش يعني بيشتغل على قدر المستطاع بيعمل على قدر المستطاع في سبيل توفير حياة كريمة لأهالينا على أرض محافظة جنوب سينة أكيد الشباب في طابة بيشتغل في إيه غير في السياح يعني الشباب في طابة بيشتغل في وظائف حكومية بس أوليلة جدا في يعني بس أصلا مدينة الطابة مدينة سياحية وبالتالي معظم الشباب الموجود في طابة يعني شغال في القطاع السياحي سواء في مخيمات سواء في عربيات أجرة سواء في يعني ممكن يعمل له مشروع معين سوبر ماركت أو ما شابه ذلك فكل الحاجات دي طبعا المقاومات الموجودة في مدينة الطابة يعني هي مدينة صغيرة بس بعد ضم راس النقب إن شاء الله يعني ممكن تتحول لمركز ومدينة إن شاء الله في المستقبل وبالتالي هيكل لها إدارات خاصة بيها هتكبر وبالتالي المشروعات هتكتر فيها ده يعني هيوفر فرص عمل كتير للشباب والشباب مبسوط يعني في ظل يعني عدت معاه ودردشت معاه هو فعلا مبسوط وإن شاء الله هم يعني بالزب بالزب فكرة إن الناس مع صوتها فكرة إن الناس بتطلب طلبات وبتتلبى فكرة إن الناس بتتناقش في الطلبات اللي لا يتم تلبيتها على الفور بيت حط جدول زمني ده تطور مختلف ابتدى يحصل وبنشوفه موجودة على أرض الواقع بالزب تفضل بالزب دي سياسة اللوة خالد فودة سياسة اللوة خالد فودة يعني تسويف مش في جدول أعمال وبمعنى لو حاجة هتتحل في التو واللحظة هو بيقوم بحلها في التو واللحظة يعني لو سوفنا الموضوع ممكن ياخد سنوات وبالتالي أي حاجة على قد المستطاع لو يعني بيتم تنفيذها في الوقت الحالي سياسة اللوة خالد فودة بياخد قرار في التو واللحظة في سبيل طالما لخدمة المواطن الموجود على أرض المحافظة ده عظيم جدا جبريل عايزك توجه رسالة لشباب جنوب سيب أنا بقول للشباب يعني الأمل موجود تفألوا بالخير المشروعات كتيرة قادمة لازم نتكاتف لازم نتعاون لازم نطرح أفكار كلنا في إيد وحدة أنتوا الجهاز التنفيذي يعني واحد لازم يكون لنا يعني شراكة مجتمعية المسؤولية المجتمعية لازم نتغلب على السلبيات والعقبات الموجودة في المجتمع يعني كلنا بنواجه عقبات ولكن من الحكمة أننا نتغلب على هذه العقبات يعني أقل الخسائر فأنا بشكركم وأنا يعني يعني بتمنى في يوم من الأيام ألاقي كل شباب يعني جنوب سينا شباب مثقف متعلم قادر على التخاذ قرار يعني يتقلد مناصب قيادية في الدولة يعني إن شاء الله يعني الشباب يعني متفائل فعلا ويعني إن شاء الله متفائلين أنا باسمي باسمي الشباب محافظة جنوب سينا متفائلين بالخير القادم متفائلين بكم المشروعات اللي اتعملت يعني في عهد اللوة خالد فودة على أرض محافظة جنوب سينا كل الحاجات دي طبعا كانت أحلام بالنسبة لنا تحولت إلى حقائق فأقا يعني أنا بشكره باسمي وباسمي شباب محافظة جنوب سينا صحيح والمشروعات يعني وانت بتتكلم عن المشروعات ما هي المشروعات اتعملت وهي بتتنفذ خادة آدية عاملة من الشباب وبعد ما تنفذت مين اللي هي شغالها بالضبط يعني المشروعات مش كلها خدمية فان ده المشروعات يعني لبناء الإنسان الجامعات اللي اتعملت المدارس يعني استثمار في البشر هو ده استثمار في البشر الدولة وبتطبق في نقطة يعني بيركز عليها سيادة اللوة خالد فودة اللي هي تعليم البنات في الوديان يعني ممكن أقول لحضرتك في سبع فصول زكية يعني استقطب اللي هو خالد فودة يعني طلبها من وزير التعليم العالي فعلا يعني دخلت الوديان إيه الفايدة من الفصول الزكية لتوفير يعني مرحلة إعدادية لكل مدرسة يعني بتتعلم فيها البنت البنت كانت يعني بيقتصر التعليم لها لحد ستة ابتدائي وبالتالي عشان المسافات عشان المسافات وعشان الثقافة البدوية الموجودة في الوادي وبالتالي اللي هو خالد فودة بيحاول يعني يواكب التنمية الموجودة على أرض المحافظة وفقا للثقافة البدوية في بعض المشروعات يعني على سبيل المثال الفصول الزكية اللي تعملت في الوديان يعني أولياء الأمور مبسوطين البنات يعني مبسوطة فصل زكي متكامل يعني بالتكنولوجيا الرقمية الموجودة حاليا وبالتالي أي بنت دلوقتي في الوادي مبسوطة عايزة تتوصل لمرحلة الإعدادية عارفة أن قدامها ستقدر تكمل وعارفة أن عندها هدف أحلامها هتتحقق إن شاء الله إن شاء الله جبريل فتاح معاون محافظ جنوب سينة نورتنا وشرفتنا شكرا لوجودك معايا ربنا يخليك استذر مننا مشكرك يا جبريل وفخورين بيك وبنتمنى فعلا أن احنا نشوف شباب كتير من جنوب سينة زيك يكون شباب عنده إرادة من هو صغير المسألة مش مسألة أنا بعدما تخرجت بدأت أشوف بتاعي الطريق الوظيفي لا ده من هو صغير دماغه مشغولة باللي بيحصل حواليه دماغه مشغول بتنمية المكان اللي هو عيش فيه اتخرج من الكلية وبعدما اتخرج بدأ يلف على المدارس وهو مش مسؤول فده ده إحساسه بالمسؤولية الشخصية قبل ما يبقى مسؤول تنفيذي في المحافظة شكرا جزيلا العاف العاف يا فاندي